بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم من الأخ شورش أنور من كردستان يقول هل قال الإمام الصادق الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله تعالى عنهم الغطاء فلا تخالطوهم ما مدى صحة هذا الحديث وهل يؤمن الشيعة بذلك يقول في رسالته أقرأ رسالة أولا وأجيب عليها يقول أستاذ الفاضل أحمد الكاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشرفت جدا بالتعرف معك وباللقاء الصحفي العالم الإسلامي محتاج لأمثالك خاصة السنة والشيعة أنا كسني معجب جدا بموضوعيتك ومنهجيتك شكرا يا أخ حسن ظنك هذا ويقول هل الروايات والآثار المنسوبة إلى أئمة الشيعة الأثنى عشرية وتحديدا الإمام علي بن أبي طالب والإمام السادس جعفر الصادق والإمام الثاني عشر وهي تحظ على مقاطعة الكرد وعدم إقامة علاقات المصاهرة والتجارة معهم باعتبارهم قوما من الجن كشف الله عنهم الغطاء هذه الأحاديث صحيحة وهذه الروايات والأحاديث جاءت في أمهات الكتب الشيئية ككتاب الكافي لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكوليني المتوفي سنة 329 هجرية الذي يعد أصح كتاب للأحاديث عند الشيعة الأثنى عشرية روا الكوليني في كتاب الكافي جزء الخام صفحة 158 عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله جعفر الصادق عليه السلام فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم قال يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله تعالى عنهم الغطاء فلا تخالطوهم وفي رواية ثانية الكوليني في كتابه الكافي أيضا إنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحد السيف وضح لنا المسألة بارك الله فيك بالحقيقة يا أخ شورش يعني التراث الإسلامي اللي جائنا اسم الإسلام يعني من 1400 سنة في الغرث والسمين وفي أشياء ملوثة حقيقة وعبرت عن ابتعاد المسلمين عن المبادئ الإسلامية الأساسية اللي موجودة في القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهنا أقدم نقاط في الإجابة عليك أولا خلن نقرأ نشوف القرآن ماذا يقول يقول بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلْ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ما فيه شيء هذا أنه بالمبادئ الإسلامية الثابتة الأساسية والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال هذا قال لا فضل لعربي على أعجمي أعجمي يعني كل واحد مو عربي يسموه أعجمي مو يعني فارسي أو كذا ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى شوفوا شلو المبادئ السامية أو أيضا النبي قال لَيَنْتَهِنَّ لَيَنْتَهِيُنَّ عفوا لَيَنْتَهِيُنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الذين ماتوا أنا أبائي كذا أبائي كذا أنصرنا كذا قوميتنا كذا أو لَيَكُونَنَّ أَهْوًا عَلَى اللَّهِ مِنَ الجُعَل يُدَهْدِهُ الْخَرَاءَ بِأَنْفِهِ يجعلها الخنفساء يعني يعني شنو أبائكم الخنفساء أحسن من عندهم ويقول إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالأباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بني آدم وآدم من تراب شوفوا شلون مبادئة حلوة ولكن في التراث السني والشيعي في أحاديث كثيرة عن تفضيل الأماكن البلدان والقوميات ومهاجمة القوميات الأخرى الصراعات اللي كانت موجودة إجوا ناس ألفوها وغطوها بأحاديث وقام ينسبوها إلى فلان عالم أو فلان عالم ومع الأسف تسربت إلى التراث الإسلامي هذه الأحاديث والبعض صدقها الناس الأخباريين من السنة والشيعة الذين لا لا يعرضون الأحاديث على القرآن وعلى العقل يصدقون بكل حديث مثلا هذا سند ما لصحيح إذن فهذا الحديث يعني صحيح ويؤمن بي ويطبقه ويعمل بي مثلا وكابل ما أواصل نقدي هنا أو أرضي لبعض الفتاوى أقول أدت نقاط وردت في رسالتك يا أخي العزيز أولا لعلمك يعني أنا نسيبي كردي زوج بنتي يعني صهري وأخي كذلك عنده أصحار من الأكراد وإحنا متداخلين والمسألة يعني مو بس إحنا المجتمع الشيعي كله في العراق في إيران في لبنان ما عدوا هالمسألة مو موجودة في عند الناس يعني حقيقة واتفضلت أنه كتاب الكافي الذي يعاد أصح كتاب الأحاديث هذا أيام زمان بعض الناس أعتبروا ذلك وإلا هو من أضعف الكتب وكتاب جمع جمع هالتراث السلبي كان موجود في القرن الرابع الهجري وذكر هالأحاديث بعد مئات السنين من وفات الأئمة والشيعة قاموا بنقد هذا الكتاب والمحققون الأخباريون مثل العلامة الحلي العلامة المجلسية ضعف أربعة أخماس هذا الكتاب وإجعوا علماء آخرين بعده ضعفوا أكثر مما ضعف ولم يبقى منه إلا شيء قليل جدا وأيضا هذا أرض للنقد يعني أي حديث يجي نعرضه على القرآن وهذا منهج أهل البيت كان يقولون أعرضوا أحاديثنا لتصلكم عن القرآن فما وافق القرآن أخذوا به وما خالفه أذروا به عرض الجدار أصلا لا يحتاج نتوقف أو نسأل عنها الأحاديث التراث أما أنه بعض يقول الكافي كافي اللي شاءت إلا آيف أتكلام واحد قاله وكتبه حتى يمشون هذا الكتاب وإلا هذا لا حديث ولا آية قرآنية ولا شيء وكتاب مملوء بالخرافات والأساطير حقيقة فأرجو أن لا تهتم بهكذا الروايات لأن شيعة لا يهتمون فيها ولا يأخذون بها إلا بعض الأخباريين بعض الأخباريين وليس كلهم أيضا وبعض الناس اللي يدعون للإجتهاد والمرجعية قد يكون هو إنسان أخباري جدا وما يعرف شنو ألف باعي الإجتهاد فش ما شاف قدامه من أحاديث يجي يدخلها في فتاوها ويبتع على أضواءها هذه مشكلتنا أيضا وإلا كل الأحاديث ما إلها وزن وما إلها اعتبار لأنه الشيعة يؤمنون بالقرآن الكريم وأهل البيت يدعون لعرض أحاديث مع القرآن فكل شي بالكتب هذه كتب مه مقدسة هذه وشيعة ما يعتبرون الكافي مثل صحيح البخاري وهو ولا يعتبرون كل أحاديث صحيحة والأحاديث الأنصرية الموجودة في كتاب الكافي أو التراث يعني عموما ليست فقط ضد الأكراد إنما حتى ضد العرب أن المهدي إذا أجي يقتل كذا من العرب أو أحاديث أخرى نفس الشي المقاطعة والشيك والارتياب والاحتقار يعني ضد الفرس أهل الري وضد الزنج وضد أهل السند والهند والقوميات والأتراك يعني أحاديث دائما كل واحد ناس أنصري بالتاريخ كانوا موجودين فيألفون أحاديث وينسبوها إلى أئمة كبار حتى يمشون أحاديثهم وهاي تعبر عن سراعات قومية غابرة لابد أن نتجاوزها حقيقة وإذا نجي على الواقع يعني الـ DNA نحلل مثلا الـ DNA فسوف نجد مثلا ما يسمى بالفرسة الآن هذا حسب إحصائيات حسب يعني التحليلات وأخبار أن 52% من الشعب الإيراني أصولهم عربية والعرب اللي بالعراق أو بمصر أو بالجزائر أو بالسودان مختلطين مع الزنت ومع البربر ومع الهنود ومع كل يعني دائما الشعوب تتحرك وتختلط مع بعض ف والأكراد نفس الشيء أكراد بعضهم إذا تعود إلى أصولهم تلقاهم أصولهم عربية وقبائل عربية وأيضا بعض العرب أصولهم قبائل كردية فهذه الأشياء الزول ما عند زمن يعني وأيضا العالم الآن يصير نحو الإنسانية نحو الاندماج الإنساني اندماج بين الشعوب تعالوا في أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية مختلطين كل العالم مع بعض الصيني والهندي والكوري والياباني والروسي وكلهم عايشين بحضارة حية الآن بس الحضارات الميتة تبحث عن الأقد وتبحث عن التقاطع وتبحث عن الإنعزال و يعني الاستقلاء على الآخرين أدنا أيضا في مثلا مو فقط في الكافي تعالوا شوفوا مثلا في مسلم في صحيح مسلم من حديث واثلة ابن الأسقع إن رسول الله قال إن الله اصطفى كنانا من ولدي إسماعيل شوف شتون يعني سووها غطاء ديني واصطفى قريشا من كنانا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وأيضا حديث آخر الناس تبعوا لقريش مسلمهم تبعوا لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ليش شنو معنات الحديث هذا والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه إن هذا الأمر في قريش الحكم يعني لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقام الدين ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان البخاري ومسلم يرون هذا الحديث حديث كثيرة يرون عن ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك الطبري في تهذيب الآثار يروي أن جماعة من الصحابة قالوا لسلمان الفارسي صلي بنا صير إمام علي يعني يا أنت أحق بذلك منا فقال لا أنتم بني إسماعيل الأئمة أنتم إمام أتكم ونحن الوزراء وصحاح الألباني في الإرواء وروي عن سلمان قول له أثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب لا ننكح نساءكم ولا نأمكم يعني هم يزوجون من نساء الفرس بس الفرس ما يجوز يزوجون من نساء العرب هذا عنصرية على لسان سلمان يعني يركبوها على لسان سلمان ابن تيمية اللي هو كردي أيضا قال في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول باب تفضيل جنس العجم على العرب نفاق اللي واحد يفضل جنس العجم على العرب هذا يصبح منافق فأن الذي عليه السنة والجماعة يعني هذا من من مبادئ اهل السنة يقول اعتقاد ان جنس العرب افضل من جنس العجم الجنس ما لم افضل شوفوا شوان عنصرية وشوان مصدق بيه هو الاخ ابن تيمية ابرانيهم وسريانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهم وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي منهم يعني فضل بمناسبة النبي لا وان كان هذا من الفضل بل هم انفسهم افضل مسكين مصدق بالحديث ويشعر انه العرب افضل من سعر الاقوام وهو مذهب احمد يقول واسحاك بن ابراهيم وعبدالله بن زبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيره من من جالسنا واخدنا عنهم العلم ولا نقول بقول الشعوبية واي واحد من يقبل الكلام صار شعوبي في نظر ابن تيمية وارذال الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضلهم فان قولهم بدعة وخلاف سواها مسائل دينية صار بدعة ونفاق وهذا من اهل السنة لازم تؤمن اذا كنت السني لازم تؤمن العرب افضل من عندك وقال ابن تيمية العرب افضل بني عدم وجمهور العلماء على ان جنس العرب خير من غيرهم واضاف هذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم ثم ذكر ذهاب طائفة الى عدم التفضيل بين هذه الاجناس كالقاضي ابي بكر بن الطيب ثم قال وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية فاذا انت ما قبلت بالمساواة الانصرية صر الشعوبي حكم عليك ابن تيمية وهو قول ضعيف من اقوال البدع اللطيفة صار من البدع ايضا وبناء على ذلك اعتبر ابن تيمية التشبه بالاعاجم اللي هم غير العرب من قبيل التشبه بالشياطين مع فارق بسيط هو ان الشيطان مذموم لذاتي بالخلاف العجمي لا تكون تعتقدون انه العجم افضل من العرب وإلا كله مصيبة عظمى هذا بحثة طبعا في كتابي من عوامل تفرق المسلمين العنصرية والشعوبية في كتاب لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي خلاف الطائفي وفوقه خلاف عنصري يعني غطوا هذا الخلاف احيانا يصبح خلاف مركب ومعكد مو فقط خلاف طائفي خلاف عنصري ايضا يصير فبالحقيقة احنا ما نتوقف هذا الاحاديث احاديث خيفة هذا جدا معارضة القرآن معارضة العلم معارضة العقل معارضة لتوجه العام للانسانية يجب ان نتوحد واللغات كلها القوميات الان لو تبحث في جذورها ما تجد يعني قومية صافية لا العربية ولا الكردية ولا الفارسية ولا قوميات يعني في نسب اعلى واقل ولكن يعني لازم احنا نتعالى على هذه ال الاساطير القومية وننظر الى المام علي يقول الناس صنفان اما اخل لك في الدين او نظير لك في الخلق فاشلون يجي المام علي يقول يا با الاكراد كذا وكذا وكذا مو معقولة فاكو احاديث ثابتة ومتواترة وصحيحة واحاديث اصلا الفترة ترفضها ما يحتاج نفكر فيها كثير او نسأل عنها او شكل اقدر انه تجاه العاخرين لا سمح الله خلي نجاوز الخرافات والاساطير ونوحد امتنا نوحد بلادنا بصورة انسانية وايضا مو فقط انه من قاطع الاخرين لا يجب ان نحسن اليهم نتعاون معهم نتحالف معهم نتحد معهم نتزاوج معهم حتى نذيب هذه الاقد المقروثة من التاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة